خلاص بنودع شعر رمضان وبنوصل للحلقة الأخيرة من حلقات الشعر المبارك اللي بدأنا فيه دراسة وتدبر للقرآن الكريم من مدخل جديد مدخل بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نحاول نقرأ القرآن ونغرق في أنواره بحيث إن القرآن يفتح لنا مجالات للرؤية جديدة في حياتنا وساعتها نبعيشين القرآن على إنه نور للحياة وساعتها نقدر نفهم إزاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعت لنا رسالة إن القرآن حياة وعيشنا بالقرآن تحت عنوان مهم جدا جدا نرجو اللي تتبنى الدراسات كلها وهو إن القرآن يبنيني فأصبح القرآن بناء ويبني يبني الوجدان ويبني الحياة يبني كل المجالات الستة اللي احنا تكلمنا عنهم القرآن بنى معانا زوتنا في خمس حلقات الأولى وبنى كمان معانا تصورنا عن الأسرة في الخمس حلقات الثانية وبنى معانا تصورنا عن العمل في الخمس حلقات الثالثة وفي الخمس حلقات الرابعة بنلنا علاقتنا وشوفنا إزاي العلاقات ممكن تكون قيمة إضافية ما تكونش أشياء بتستنزف حياتنا وإزاي ما تخليش حياتنا ملتهبة ولكن تخلي حياتنا في هناء وسعادة وصفاء ثم في الخمس حلقات اللي بتسبق الخمس حلقات اللي احنا تكلمنا عنها وخمس حلقات الخامسة تكلمنا عن حاجة مهمة جدا جدا تكلمنا عن المستقبل وشوفنا إزاي القرآن وسع علينا مستقبل وبدأنا في الحلقات من حلقة الستة وعشرين لغاية النهاردة بدأنا الكلام في الحلقات اللي فاتت عن مجال السعادة وقلنا إن السعادة مش فكرة ومش لحظة السعادة حقيقة بنعيشها فعشان كده السعادة حياة وبنستطيع إن احنا نشوف جمالها وروعتها طول ما احنا ماشيين في الطريق فهي الحياة بتسكن التفاصيل وفي عمق الحياة وكمان قلنا إن الحياة محتاجة عشان نقدر السعادة عشان نقدر نذوق حلويتها محتاجين نتعرب لها فنأخذ بالأسباب ونعيش متأملين في نعم الله سبحانه وتعالى عشان نقدر نسعد وإحنا في نهاية الشهر الكريم في كتير مننا حزين إن رمضان بيعدي بنفحاته وأيامه الحلوة ولسه بنسمع لسه والله بدري يا شهر الصيام وبيحس إن رمضان كتير من الناس بيحسوا إن رمضان فرصة وبتنتهي ونستني جواها إحباط إن الشهر بيعدي وحسين إن هما لسه على أحوالهم اللي كانت قبل رمضان فالنهاردة نحاول إن يساعدهم وإحنا بنختم الكلام عن السعادة وبنختم الكلام عن شهر رمضان فعن نتكلم عن الجزء التلاتين الجزء التسعة وعشرين وجزء التلاتين فالنهاردة بنتكلم عن حقائق مهمة جدا جدا في كلام عن السعادة الحقيقة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هي حقيقة مخلصة للإنسان من كل تواعي الإحباط وخوفه من فوات الفرص في زايرة اسمها الفومو اللي هو الخوف من فوات الفرص فتجن بقى الآيات بتاعت النهاردة وتجن سورة نوح في الآية من عشرة لغاية الآية تناشر ونسمع قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة الله تحس انت بتسمع الآيات دي وانت بتسمع الفعل المضارع في الآيات تسمع الفعل المضارع وهو بيكلمك وكأنه بياخد إيدك لحاجة لا تنتهي يرسل السماء عليكم مدرارة كلها أفعال مضارعة وهو أنت لما تشوف الأفعال يرسل ويمددكم ويجعل كل دي أفعال مضارعة تحس إن الأفعال مضارعة بتقولك إيه؟ بتقولك زي المعنى اللي موجود في اللغة إن ده مستمر وده معنى التجدد وهنا ده المعنى الأساسي بقى في السعادة إن السعادة متجددة وكأن الآية الكريمة بتعلمنا سنة من سنن الحياة بل سنة من سنن السعادة ودي حقيقة من حقيقة السعادة إن السعادة متجددة مفيش حاجة مكررة يا كل اللي عد عليكم رمضان ما تنتظروش إن انتوا تحصلوا لذة رمضان 2007 لإن رمضان بييجي طول الوقت بسعادة متجددة حياتك كلها بسعادة متجددة وكتير بقول للناس إن مستحيل في ناس كتير بتقول اللي أنا بقول له بقول للناس اللي كتير بيقولولي مستحيل حالنا يتغير بقول لهم لأ مفيش حاجة اسمها مستحيل عند ربنا كتير من اللي بنعتبره مستحيل هو مش مستحيل عند ربنا وده هين على مولانا سبحانه وتعالى والدليل على ذلك كان مستحيل إن السفينة تمشي في الصحرة فربنا خلق مياه من السماء عشان سفينة سيدنا نوح تمشي في الصحرة كل الحاجات اللي احنا بنشوفها معجزات وساعات بنعبر عنها بإن هي مستحيلات ربنا بيبعث لينا رسالة واحدة مفيش حاجة من اللي احنا بنقول عليها أن هي مستحيل في حياتنا هي مستحيلة عند ربنا الله سبحانه وتعالى يبدئ ويعيد علينا أنا نفسي لما بسحى الصبح وبقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور لما بشوف الأفعال المدرعة دي اللي موجودة في الدعاء ده بشعر إن أنا مولود جديد معنى كده إنك في بداية جديدة مع الله سبحانه وتعالى طول الوقت تستطيع إن أنت تعيش بالفطرة مع كل البدايات الجديدة ورمضان على فكرة أنسب حاجة تعلمنا إن السعادة متجددة عارفين ليه؟ لإن في حديث هفاكرين كلنا حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه لكن في رواية مش هي الرواية المشعورة ومش هي الرواية المحفوظة باستلاح المحدثين ولكن عادة كيوم ولدته أمه إيه؟ عادة كيوم ولدته أمه يعني مولود جديد السعادة متجددة في رمضان والسعادة والقرآن بيعلمنا في شهر القرآن إن إحنا مولود جديدة لإن كل مولود جديد يولد على الفطرة فكل نفس من أنفاسك مكتوب عليه ونفخته فيه من روحي فكل نفس جاي بحياة جديدة ومعنى كده إن ما فيش حاجة تخاف إن هي تفوتك وما تسمحش إن نفسك الأمهارة بسوء تمرر عليك وتسرسب عليك لغاية ما توصل إن أنت تعيش محبط أو تستصعب تغيير حالك لما كانت الأيام لها تواريخ وكل يوم ليه تاريخ غير التاني اتيقنا إن الحياة بتتغير وتيقنا إن السعادة بتتغير وتيقنا إن السعادة متجددة وإن كل يوم بتتجدد فيه ألطاف الله وبتجدد فيه نفحات الله فاكرين حديث رسول الله ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات يعني النفحات متجددة كل يوم وفي نفح فلازم تنقي قلبك من وهم ثبات الحياة اللي بيمنعك من رؤية تغيير الحياة وتجددها ولذلك الله سبحانه وتعالى لازم نعرف إن السلوات لما بتجدد علينا بتيجي بمعاني جديدة وكمان الجزء التلاتين يكمل المعاني الجميلة اللي متحقائق عن السعادة وتجدنا حقيقة تانية وهي مش هنقدر نعيش بالسعادة إلا بهذه الحقيقة نعم السعادة متجددة وده كان المعنى الرابع في السعادة المعنى الخامس في السعادة إن هي متجددة أيوة لكن المتجددة ولازم نعرف إن هي باب واسع من أبواب الوسع فالسعادة أم متجددة ويباب للوسع ومش هتقدر تحية بحقيقة إن السعادة بتتجدد إلا لما ترى ود الله سبحانه وتعالى إحسانه لك في النعم اللي بيكررها عليك فتيجي الآية رقم 18 من سورة التكوير في الجزء التلاتين تتم من بناء السعادة وتقول لنا والصبح إذا تنفس ياه والصبح إذا تنفس وسع الصبح بوسعه النور اللي بيجي ويبدد كل ضرام النور اللي بيجي في الآفاق الصبح وهو في الأفق والصبح اللي هو المعنى المعنى الواسع فتعلمنا الآية إن الله سبحانه وتعالى يعيد علينا النعم لنزوق المزيد من حلاوة الوسع في الحياة فمن أكتر الآفات اللي بتعكر علينا ذوق نعم الله واستصغار النعم والنعمة مغموسة في جود الله وكرمه فالنعمة ملهاش آخر النعمة من حيث لا تحتسب وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها فالأيام كلها من شبع بعضها والله والله الأيام من شبع بعضها اللي بيقول لك الأسطورة دي وبيقول لك الأكذوبة دي وبتسدقها هي نفسك الأمارة بالسوء بس إحنا أصلا بنظن إيه في رب العالمين فما ظنكم برب العالمين بعض الناس بتظن إن ربنا بيكرر علينا النعم لا والله ربنا بيجدد علينا النعم عشان يوسع علينا حياتنا فكل نعمة مكررة فيها من الود ما لا يعلمه إلا الله فالله ما أعاد عليك النعم إلا ليقول لك عبدي ما قطعت نظري عنك قط ولكن نظري يجدد عليك حياتك فما زلت تولد من جديد وما زلت أنت في عيني أنت في نظري أجدد عليك حياتي فما زلت أتجلى عليك باسم الباري فالله يبرأنا ويصورنا فكل نعمة مكررة تجعرك تشعر بالأمان تشعر بالسكينة مع الله تجعلك تشعر بالأنس بس أهم حاجة تجعلك كمان تشعر بالوسة فمن أجل النعم هو الفرح بالنعم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعون وعشان تتيقن إن السعادة بتتجدد أول ما يجي لك حزن أو يأس أو تحس بإن فيه شيء سرى إليك يعكر عليك قلبك ما تعودش اعمل أقرب حاجة لقلبك ذكروا بإن الحياة وسعة وعيش مع أولادك معنى وسع الحياة وعيش مع أولادك إن ربنا سبحانه وتعالى اللي وسع حياتك وكتب على حياتك كلها الإحسان فهل جزاء والإحسان إلا الإحسان تاني حاجة بطل أحكام على الناس الأحكام نتدرسه ده بتمنعك إنك تشوف الخير والجمال في كل اللي حواليك تالت حاجة ما تتوقفش أبداً عن عمل استمر الاستمرار في السعي يجعل الأمل دايماً ينبت في قلبك ويوريك ساعة الحياة وعشان تدوق الساعة والسعادة في كل نعمة من ربنا بيعيد عليك خلي عندك حاجة اسمها ديوان اسمه ديوان المحبة لون فيها ذكرياتك الجميلة ذكريات النعم وخلي الديوان ده مكتوب عليه واذكرهم بأيام الله كمان تأمل في نعم الله سبحانه وتعالى المكررة وانظر فيها وإزاي هي بتفتح عليك أبواب نور وبركة وانه كل يوم انك تعمل ذكرى جديدة سعيدة مع حد من أحبابك وعشان كده لازم تعيش مع ربنا سبحانه وتعالى النعم مجددة وهي باب من أبواب الوسع هي دي السعادة نكمل كلامنا عن السعادة وعن تجددها وكمان على ان هي باب من أبواب الوسع